لا شيء يعجبني يقول مسافر في الباص لا شيء يعجبني لا راديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال أريد أن أبقي يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت تقول سيدة أنا أيضا أنا لا شيء يعجبني دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني يقول الجامعي ولا أنا لا شيء يعجبني درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي أنا أيضا أنا لا شيء يعجبني وحاصر دائما شبحا يحاصر لي يقول السائق العصبي فنحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول فيصرقون نريد ما بعد المحطة فانطلق أما أنا فأقول أنزلني هنا أنا مثلهم لا شيء يعجبني ولكني تعبت من السفر ستبقى أحسر شكرا 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 يا